السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيري البنات أبس عليكم زيانين كوشي باخير كنتمنا تكونوا أحوال جيدة وكانوا غير رحب بكم في قناة يوميات جميلة ببروكسل كنقول لكم مرحبا بكم والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة كنتمنا أنكم تضغطوا على الزل أحمل الاشتراك وتفعلوا جرس باش توصلوا كل جديد وأكيد لعجبتكم الوصفة ما تنسوش تخلوا لي لايك هذا كيبقى فضل منكم وكيما كتلاحظوا غدا نحضر اليوم هاد هاد الغايف أولا مهم كيجيو زوينين حشكل ديال الفرفارة أولا والقرقاعة مهم كيبقى المنظر زوين والتزيين كيبقى اختيارين كليكم ديرو الشكلات أو للعسل أو الكرامل أو لذيك شي كيبقى حسب الضوق وكيما كتلاحظوا هادو هما المكونات عندي 300 جرام ديال الدخيق الأبيض عندي نص كز ديال الزبدة أصفر بيضة مارقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخميرة وعندي هنا سكر فاني الملحة والماء كيبقى لحسب العجين حسب الدقق اللي عندكم وهذا نخلط أصفر بيضة مع الماء باش هكاد وكل الحبيبات اللي كيكونوا صفرين فصل العجين ما يكونوش عندي مهم المل اللي غدا نعجن به غدا نخلط به البيض وهاكا عدا نكون مرتاحة هناك نعجن في العجينة يعني مش يحتن ببدا نعجن من ضيب داك أصفر بيضة كيبقى ليه فصل العجين ما هدل مرحلة كتبقى أحسن ودعبا غدا ندوز باش نخلط النواشف عكا يعني الخميرة السكر فاني هدا اللي كيبقى اللون دياله قهويرة الفاني والملحة والزبدة بعدا نخلط هدل مكونات مع الزبدة بحلا بغا نديرو شي حرشة عكاك ويمدك شي خصويتخلط باش بيك الزبدة تدخل في داك الطحين ودعبا غدا نبدأ نخلط بالماء والبيض العجينة خصويتها تبقى يعني متماسكة ما خصويتش كونطرية حيتها دي ما شيف حل الشكل ديال الفطائر أو هاد الرغيفة تخص العجينة ديالهم تبقى قاسحة لاحظوا معي العجين كنجمعوا غير يعني غير بسهولة هكا ما كيحتاج لادليك لاحتاج شي حاجة مهم عندي هو خصني نجمعو لان ما زال غا نستعمل غدا نسرحو بلمتلك وذك شي يعني خصني ندخل داك الطحين في بعضو هكا ونجمع العجينة صافي وندوز هكا باش نسرحها في فوق طاولة ديال العمل دوش على صوت يا لبنات راه مازال بقى عندي ذاك الرواح الحمد لله على كل حال وانا بغا نتقاسم معكم شي حاجة وصافي راسي ما هنانيش هاد الفيديو اللي بنات راني صيبته هادية تقريبا واحد هاد يومين وانا بغا نحطو مع المرض ما قدرتش نحطو وغا نستعمل بدقيق ناشا وعندي المدلك هادو هما الوجات اللي غا نختم بهم كيما لحتوا معي هاد الفطائر مكونات تيالة اللي هجد جد بسيطة يعني متواجدة في كل البيت يعني ما كينشي حاجة اللي سبيسيال هكا زيدة ولا شي حاجة اللي يعني تقريبا هاد المقعدين راح كنلقوهم في المنازل ديونا لاحظو معي سرحت لجينة وغاد نديرها في هالشكل ديال المسمن طيّة ديال المسمن او لها لبات فيدي هاكا باش يجوني مورقين غاد ندوز باش نغلفها هاكا بالبلاستيك الغذائي ونحطها هاكا جانبا احتنسالي مع الكورة الاخيرة ديال العجين حتى هي غاد ندير لها نفس الطريقة غاد نرشها بالناشا ونسرحها ونطويها بحل هاد بحل العجين الأول وهم ما بغيش نبقى معاود معاكم هادك شي نكرروا بالتفصيل ودعبها من بعد ما رتحت لي الجينة غاد ندوز باش نسرحوا ونشكلها أمامكم ضحتوا معي العجينة را ما تكون شجارية أو اللاطرية وهنا من بعد ما ثرحت العجين أكيد كنت 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 ستعين بالناشا باش يجيني ذيك القرماشا في العجين عفوا في هاد الرغيفات او لا معرفش شنو اسميتهم واخديت القطعة هاكا يكونوا عنده هاد سنينات هادو باش يجيني المنظر زوين ما عرفش شنو غنسميتهم هادو بحي الشكل ديال القرقاعة او اللا وردة وهنا بديت كنشكل في الدوائر يعني كندير كل ثلاثة مع بعضهم لأنني غنخضوا من ثلاثة ديال الدوائر ديال العجين والعجين المتبقي أكيد ما غديش يتلاح غدا نجمعوه وغدا نديرو في البلاستيك الغذائي يعني بنو مسهلية العجينة ديالي كاملة اللي صايبت أكيد غدا في الآخير حتى هو غدا نسرحه ونشكله والعجين الآخر حتى هو ما غدتلاحظو نسرحته بنفس الطريقة لاجينغسة تكون رقيقة ما خستشتقى غليطة وكنرش ناشا كما كلكم باش يجيني ديك القرماشا في الرغايف أكيدا شاكا نستعملوه بزاف ديالان هكا في الرغايفات راكي يجيزوين كيعطيم واحد القرماشا واحد المتاقزوين وغدا نقمعها هكا حتى نرقوه تماما وغدا ندوز بشنا نقطعوه حتى هو يعني دوائر وأكيد غدا يعجبوه ليداسكم أنا كيما لاحظتوا راني ما كنش درت فيهم لعسة لي يعني ماشي يعني ما درسوهم في ذاك الشربات وغطسطهم هكا فيهم حتى ولا وكي قطروا لأنا ما كنش لي غياكلوا مياه في الدار ولو ما بايتش نضيعهم أتشي رايش قيتليكم راكي بقى التزيين اختياري وأنتو ما أكيد لك انتو كتبغيو ذاك الشربات أو لا مهم ذاك شي اللي كتبغيو انتو مر غادي نزينو ذاك شي حسب الضوء ديالكم مهم هي الفكرة والطريقة والتزيين راكي بقى على حسب ذاك شي اللي كان بغيونا ناكلو احنا منسبة لي يا أنا ولادي ما غادينش كانوش غادي نياكلوهم حتى أنا راحق في رمضان يعني ما قدرش ناكل هاد الحلوه هادي بزايف حلوه بدرتوا في الشربات غا تكون حلوه أكيد للا بغيتي ولادكم ياكلوه تديرهم غير شوية ديال السكر أو اللا بالشوكولات الأسود هكا تزوقوه بيهم أو اللا تديروا لها غير شي شخفيه فاديال العسل من فوق وتزينوها بدك بلوز إفيلة أو اللا بلوز محمر هاكا كم مهم ذاك شي كيبقى كيما كتليكم حسب الضوء وحسب ذاك شي اللي متوفر عندكم ولحتى بدك شي اللي كاترعون توما تتاكلو وكيما لحتوم بعد ما انتهيت غدا ندوز باش نسرح ذاك العجينة اللي كتليكم متبقي يعني اللي شابت عندي احتهيت حاجة ما نضيع يعني احتهية صرحتها وغدا نشكلها بنفس طريقة ودر ثلاثة ديال هاكا ديال دوائر ديال العجين ثلاثة مع بعضهم اناني غنختم ثلاثة والقطعة اكيدي اللي عندكم اللي تكون عندكم هاكا دائرة اللي تكون عندكم في الحجم الصغير بعد يكون احسن انا ما كانش عندي كانت عندي غير ها الدائرة كبيرة هاكا ديال البيني وانتو ما اكيد لكنت عندكم الصغيرة كتبقى المنظر ديال زوين وكيجوا صغيرين كيجوا احسن والمطاق ديالهم كيجوا راقين ومنادر زوين منظر ديالهم زوين وغدا ندوز ده باش نشكل ها الدوائر طريقة يعني اللي غاد نخدمها مو بيها هنا كنوريكم يعني كندير ثلاثة مع بعضهم واخديد شوية ديال الزبدة اللي تكون بحرارة الغرفة او اللي دايبة كندير في العجين اللول في الوسط دياله وكنحط يعني الدائرة الثانية حتى هي نفس الطريقة كنحط الزبدة والثالثة كذلك وكنضغط بالصبع ديالي في نفس المنطقة نفس البلاثة زيان باش ديك العجينة تتبت مع بعضها وما تخرش لي يمنين مغين قلي وكناخد فورشات وكنضغط مزيان بس العاجين لاحظوا كيفاش كتجي كتجي المنطر ديال زوين وراقي فشكل مغايرة لديكش اللي كان يعني اللي كانستعملوا في العادة هكا الرغايف المعتادين عندنا وخا كيف قوهما دائما يعني الرغايف تقليديين كيف قوهما كل شي ولكن أكيد دائما كنقلبوا على شي حاجة اللي تكون جديدة في العادة أو يعني بشكل مغاير وكنضغطها كابل فورشات كنستعمل الثبدة في الواسط يلي كتبت لي اعتعي كتش ميجيش لشكل عجينة كتش ميجيش لشكل عجينة احتمني كنقلي وكيدخول حتلت مما كقلي وكتجي بقرمشة وهنا تقريبا راح وريدكم يعني جميع المراحل كنتمنى ان الفكرة يعني تكون واصلة وتجربهم فهذه المناسبة هذه أكيد غدا تعجبكم وغدا تعجبوا لي ذاتكم أكيد هاد الوصفة هذه راح كتبغي أنها تكون حلوة ولا حسب انتم هكتبغيوا لي حلوة يعني يعني في العيد يعني الناس كيقلبوا على شي حاجة اللي تكون حلوة والتازين كيبان كليكم را كيف يبقى حسب الضوء يمكن لكم ديرو لمغير السكر سانيدة يعني منيتي كونو صخان ماشيتي برضو كونو صخان هكا تحطوه ذاك السكر ترشو عليهم باش يتبت وهنا بدي تكنقلي خاص ولا بد أنكم تستعملوا هاد الكيغضون هذا هاد العود اللي كنتستعملوا للأثنان أكيدا يكون جديد ونقي كديرو فوس ديال العجينة الفوق باشي في المنطقة اللي فيها الفورشيت واين فطرها يعني الفوق باش هكا العجينة ديالكم تتبت أكتر وتحافظ على ذاك المنايضر ديالها لاحظو كيفاش وكنبقى نرش هكا في الزيت طبعا باش يدخل مع العجينة تنفخ مزيان لديك هاد ال الرغيفات او لا قلب ليم على اسمية كيجي المنطرة ديال المزوين وراقي لاحظو العجينة كيفاش كتنفخ يعني كتبين باللي راه العجينة ناجحة مية في المية هالشكل ديال القرقاعة اتأكد هاد اتعجبكم كنتمنى انه انكم جربوهم فال المناسبة ولعجبوكم اكيد ما تبخلوشوا لي بلايك وبرتاج مع الاصدقاء ديالكم والعائلة والاحباب هناك ما كتلاحظو راه يعني كنوريكم كنجبت فيهم فاكيد مني كتجبتوهم راه كتحيدو منهم هاداك العود العود اللي كيكون فيهم اللي كيكون هاداك الكيغضو بالناغر كيتمبتهم هناك نوريكم ولكن الكاميرا كانت التحت يديال فوق والكاميرا التحت كيحسب لي واش كيبال في الكاميرا وهذاك المنطقة اللي كنضغطو عليها بالفورشيت يعني كتشدو بيها يعني كتكون زوينة يعني تشدي والتاكلي يعني بدون ما انك تود ضغط عليها في الواسات وطلقا يتعطي بصباع كيعمرو يعني هاديك تحت مني تبغي تفندو هاكا في ذاك في ذاك العسل او هادوك الشربات كتشدو من هاديك البلاصة باش ما كيعمرو شي يديكم وذاك شي وهدو هما الفاطائر كنتمنى انه اولا المشي فاطائر هدو الرغيفات كنتمنى انهم يعجبوكم وهنا رشيت واحد شوية ديالي عسل غير خويط هكا كيما اكتلكم ما كيش اللي غادية كلية لادرت ليهم الحلاوة بثاف وغادا نزينهم شوية ديالي هكا البيستاش يعني باش كي نوريكم يعني باللي راكم تقدروا تزينهم باي حاجة ومنظر ديالهم كيولي مغاير وكي يجي زوين وحتى لادرت ليهم هكا دوك شوكلاة الاسود هكا فوق منهم هكا كخويطات كي يجي زوين وكنتمنى ان الفيديو عجبكم وإلا عجبكم ما تنسوش بارطة جيو مرأة صغاء ديالكم ومنطلقها وان شاء الله فيديو آخر واسلام عليكم اشتركوا في القناة